سبع أماكن لا يجب عليك أن تضع فيها هاتفك من الصعب جدا أن تجد في الوقت الحالي أحدهم بدون هاتف ففي أغلب الوقت نكون ملتصقين به ونصحبه في كل مكان ولكن الاحتفاظ بالهاتف أثناء يومك في بعض الأماكن لن يضرها فقط بل قد يضر صحتك أنت أيضا لذا فإليك سبع أماكن لا يجب عليك أن تضع فيها هاتفك وضع الهاتف في الجيب الخلفي من البنطلون مريح جدا ولكن وضعه هكذا قد يسبب مشاكل عدة قد تتلف الألواح الاستشعارية الخاصة باللمس أو قد نتصل بشرطة الطوارئ دون أن ندري لذلك فإن الاتصال برقم الطوارئ أغلبها جاءت عن طريق الخطأ وتذكر أن هذا المكان يسهل سرقته أو على أقل تقدير قد تجلس عليه وتتلفه وعلم أنك إذا جعرت بالألم في أسفل ظهرك أو بقدمك فإن الهاتف في الخلف هو السبب سادسا الجيب الجانبي بما أن الجيب الخلفي لديه عواقب فأيضا الجانبي لديه فهذا هو المكان الذي يضع فيه الرجال عددا هواتفهم ولكن قد يتعرضون لعدة مؤثرات لأنه قد ثبت أن الإشعار الذي يبثه الهاتف يقلل من جهدة الحيوانات المنوية فكلما طالت مدة وضع الهاتف في هذا المكان كلما زادت الخطورة على خصوبة الرجل خامسا الشاحن تفقد الكثير من الهواتف الآن شحنها بسرعة لذلك يلزم توصيلها بالشاحن طوال الليل فالشحن طوال اليوم لا يفسد الصحة ولكن ما يفسده هو الجلوس بجانبه لأنك بذلك تمتص لشعاعات وعليك أيضا لا تصل الشاحن طوال اليوم بالهاتف لأنك بتلك الطريقة ستؤثر البطارية بشكل سلبي رابعا قريب من وجهك عندما تتحدث في الهاتف حاولا لا تلتصق بالهاتف بشكل مباشر وذلك لأن الشاشة قد تحتوي على جراثيم والتي حينها سوف تنتقل إلى وجهك بالإضافة إلى أن الإشعاع قد يؤذي مخك وجلدك لذا فمن الأسلم أن تبعد هاتفك قليلا ثالثا حمالة الصدر وضع الهاتف في حمالة الصدر قد يسبب صلطان الثادي وذلك ما أثبتت الدراسات نتيجة للإشعاعات التي يصدرها كلما كانت إشارة الهاتف قيد التشغيل ثانيا الوسط على الرغم من أنها أصبحت قليلة التوجد ولكن وجب التنبيه لأن هناك بعض الرجال يفعلونها كموضة فبعض دراسة وفحص لعدة رجال وجد أنهم يعانون من الألم في الظهر وأن الجانب الأكثر إلى من عندهم هو الذي يحملون فيه الهاتف فبدلا من أن تصاب بها شاشة عظام عليك أن تضع الهاتف في مكان آخر كي لا تصاب به أولا تحت وقرب الوسادة إياك أن تضع الهاتف تحت الوسادة أو بقربها وذلك لأنه قد يكون المكان الأكثر خطورة عنهم جميعا وذلك لأنه مع كل إشعاع تصدر الشاشة ضوءا وهذا يسبب الميلاتونين وهذا لن يجعلنا ننام جيدا وبالطبع راحة الجسم مهمة للصحة ومما لا شك فيه سوف نتعرض هكذا للإشعاع وعلى المدى البعيد سوف نصاب بدوار البحر وألم الدماغ وواحدة من الأشياء الخطيرة هي انفجارها أو اجتعالها والتي قد تزيد احتماليتها تحت الوسادة وذلك لأنه عندما يشحن يصدر الحرارة وحينها لا تجد الحرارة متنفس لذا فأفضل حالة هو شحنه بعيدا عنك وعن سريرك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات